بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن لا يوجد ولو مجرد إشارة لحكم يسمح فيه للزوج أن يجد زوجته مهما كان السبب والآية الكريمة التي يستشدون بها على ذلك لا تحمل هذا الحكم على الإطلاق هذه الآية الكريمة هي قوله سبحانه وتعالى يقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ما نراه أن العبارة الرجال قوامون على النساء تعني الرجال مكلفون بمتابعة شؤون النساء وبالإنفاق عليهم وفي الحلقة السابقة بينا أن كلمة الرجال لها ورود في كتاب الله تعالى بمعنى الساعين والمتحركين كونها من الجذر راء جيملام لتعني الزوجات في بعض الحالات حيث لا وجود للزوج أو أن الزوج لا يستطيع القيام بهذه المهمة والعبارة التالية مباشرة بما فضل الله بعضهم على بعض لا تحمل تفضيلا للزوج على الزوجة ولا تحمل تفضيلا للزوجة على الزوج فالفضل هو العطاء والزيادة والله تعالى لم يقل بما فضلهم الله عليهم والله تعالى لم يقل بما فضل الله بعضهم عليهم أو بما فضل الله بعضهم على بعضهن أبدا الله تعالى يقول بما فضل الله بعضهم على بعض فالتفضيل هو امتلاك أدوات القوامة بما تعنيه من إشراف ورعاية ومسؤولية وبعد ذلك ترد العبارة وبما أنفقوا من أموالهم ليكون معنى القوامة متعلقا بدرجة المسؤولية وبدرجة الإنفاق سواء من الرجل في معظم الحالات أم من المرأة في بعض الحالات الخاصة كما بينا بعد ذلك ترد العبارات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لتصف لنا جزءا محددا من النساء يتصفن بهذه الصفات المذكورة في هذه العبارات القرآنية حيث سلوكهن سليم وضمن حدود شرع الله تعالى بعد ذلك ترد العبارات والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ترد هذه العبارات لتصف لنا بعض النساء التي لهم حالة نفسية غير طبيعية بحيث لا ينسجمنا اجتماعيا مع مجتمعهن المحيط بهن ونراه في هذه العبارات أن النشوز يضاف لتلك النساء التي بحاجة لعلاج نفسي فالله تعالى لم يأتي بالنشوز بصيغة نكرة يعني الله تعالى لم يقل واللات تخافون نشوزا منهن ولم يعرف النشوز بصيغة التعريف بأل التعريف فلم يقل جل وعلا واللات تخافون النشوز منهن ما نراه أن الله تعالى يضيف النشوز لهن ليكون النشوز المعني نشوزا خاصا بحالتهن نتيجة وضع نفسي يسيطر عليهم بسبب طبيعتهن يعني نحن أمام حالة خاصة نساء لهن وضع نفسي خاص بهن وهذا الوضع الخاص بحاجة لعلاج وبعد ذلك ترد العبارات فعضوهن وهجوهن في المضاجع وضربوهن ترد هذه العبارات حاملة لنا ثلاثة وصفات من أجل علاجهن من هذه الحالة إذن نحن أمام ثلاث وصفات يتم العمل بها حسب خصوصية كل امرأة وحسب الحالة الوصفة الأولى هي فعضوهن بمعنى قدموا النصح لهم وقدموا التوجيه لهم بواسطة الكلمة الطيبة والوصفة الثانية هي وهجوهن في المضاجع بمعنى وابتعدوا عنهن في مواطن الهدوء والراحة النفسية فكلمة المضاجع ليست محصورة بمكان اللقاء الزوجي كما يتخيل بعضهم كلمة المضاجع كما هي في كتاب الله تعالى ضمن إطار جذرها اللغوي تعني مواطن السكون واللبث والاستقرار حيث لا شيء يزعجهن يعني ما تعنيه العبارة وهجروهن في المضاجع هو فارقوهن في لحظات الصفاء والاستقرار والسكينة حيث لا تعكلوا صفهن وذلك حتى يهدأن بعد ذلك نرى الوصفة الثالثة وهي واضربوهن وهذه الكلمة هنا لا علاقة لها بالجلب لا من قريب ولا من بعيد وبالعودة إلى مشتقات الجذر ضاد رأباء في القرآن نرى أن القاسم المشترك بين مشتقات هذا الجذر هو التأثير بالمضروب وتحريك سكونه والسعي لطرحه كنموذج وذلك لهدف مراد يقف خلف هذا الضرب ولا مجال في هذه العجالة الوقوف عند التفاصيل فقد بيت ذلك في أبحاثه وبرامجه وبالعودة إلى جميع مشتقات الجذر ضاد رأباء نرى ذلك واضحا إذن هذه الوصفة واضربوهن تقول أثروا في نفوسهن من داخلهن بتحريك مكنونات نفوسهن من خلال ما يؤثر في نفوسهن من الداخل يعني مثلا ممكن بطرحهن كنموذج يحتذا به لرفع ثقتهن بأنفسهن يعني مثلا من الممكن أن يكون ذلك من خلال مكافأتهن ليشعرنا بالثقة بالنفس وهكذا وهذه الوصفات الثلاث يتم العمل بها في الوقت ذاته وعند الحاجة للوصول إلى العلاج المطلوب وهي ليست جزاء لذنوب وليست عقوبات على أخطاء ونرى تكاملا ما بين هذه الوصفات الثلاثة للوصول إلى النتيجة المرادة فما بين الوعظ كتأثير بالكلمة الطيبة والنصح والإرشاد من جهة لاحظوا فعضوهن وما بين الضرب كتأثير معنوي يحرك إحداهن من الداخل عبر رفع ثقتها بنفسها وعبر طرحها كنموذج نحتذا به واضربوهن ما بين هذين الوجهين تكون هناك حالات لا بد فيها من عدم تأكير صف المرأة لتحدى وتسكن وتستقر وتدخل السكينة إلى نفسها لاحظوا وهجروهن في المضاجع يعني ما أود قوله هذه العبارات فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هي وصفات علاجية لبعض النساء التي يخشى من وصولهم لمرحلة نفسية سيئة تترتب عليها أمور سلبية في حياة المرأة ولا علاقة ذلك بالجلد الحسي لا من قريب ولا من بعيد فهذه الكلمة واضربوهن هنا لا تحمل معنى الجلد لا من قريب ولا من بعيد وكل ما يشاع بأن القرآن يبيح للزوج جلد زوجته هو كذب افتراء ولا أساس له على